اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة كل اللي مش متوقع هتلاقيه في كان الفين تلاتة وعشرين بداية اليوم الرابع النهاردة كان بفوص صعب جدا لمنتخب بوركينا فاسو على موريتانيا بضربة جزاء في الديئة ستة وتسعين في وقت ما الكل كان متوقع ان منتخب موريتانيا هيخسر من البداية وبسهولة لحد ما جات الديئة ستة وتسعين وقدر منتخب بوركينا اللي كان بيعاني انه يفوز بالمباراة بضربة جزاء هو واضح كده ان كل يوم هقولك ان البصمة المصرية موجودة حتى في غياب منتخبنا النهاردة بلاتة توريه نجم البرامجز واللعب منتخب بوركينا فاسو هو اللي حصل على جيزة افضل لعب في هذه المباراة وعلشان سلسلة المفاجآت التاريخية تكتمل فالمفاجأة الكبرى في هذه البطولة حتى الان منتخب نبيبيا بيفوز لأول مرة في تاريخ مشاركاته في كأس الامم وامام مين؟ امام المنتخب التونسي بهدف دون رد علشان يكمل منتخب تونس سلسلة تعصرات المنتخبات الكبرى في البطولة حتى هذه اللحظة وفي التام اليوم النهاردة كان في لقاء منه خاص مستنيه الجمهور المصري وخصوصا الجمهور الاهلاوي بين بيرسي تاوم مع جنوب افريقيا وقال يد ينج مع منتخب مالي دي ينج هو اللي نجح ان يكون المتفوق في هذه المباراة بعد ما تاوم منحوا الفرصة باضاعة ضربة جزاء للمنتخب الجنوب افريقيا وده اللي استغلته مالي في الشوت التاني وسجلت سنائية خطفت بيه هذه المواجهة يوم مصير جدا في كرة القدم في كأس الامم الافريقية بس بداية لوحة زيال النهاردة اوي اوي على المنتخب التونسي لا 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 انا ما شفتش المنتخب التونسي من سنين كتير بهذا السوق في المستوى منتخب هزيل جدا منتخب لا يمت لإسم تونس ومنتخباتها على مرة تاريخ بأي صلة منتخب ضعيف دفاعيا سيء هجوميا ما فيش اي حاجة نبيبيا النهاردة قدمت قدام منتخب تونس مباراة ما يقدمهاش غير الكبار بس لو نبيبيا ظهرت النهاردة بشكل كويس واكلمكم عن نبيبيا كتير وتحديدا مدربها فظهرت بشكل كويس عشان المنتخب التونسي تقريبا ما ظهرش في المباراة ما ظهرش فرصة او اتنين يشتموا رائحة الخطورة وغير ذلك المنتخب النبيبي كان هو الأخطر وهو اللي عنده تزديدات أكثر على المرمى والمنتخب التونسي لا حول ولا قوة معدل أعمار كبير ما فيش مواهب ما فيش أسماء رائعة ما فيش لعيبة عندها ولا للمنتخب التونسي بعض اللعيبة يعني زي حنة بعل اللي رفض انه ينضم للمنتخب التونسي وهو صغير في السن وكان هيفرق كتير في وسط مرعب تونس ما فيش مواهبة زي فرجاني ساسي خلاص في منتخب تونس مسكني كبر لخنيسي كبر النهاردة الجزيري ما خدش علي معلول كان عنده أخطار دفاعية صحيح بس كان هجوميا هو أفضل لعيب للمنتخب التونسي ست عرضيات منهم أربعة صحيحة أربعة يعني وصلوا للعيب المنتخب التونسي أو مهاجب المنتخب التونسي ما فيش منتخب عجوز منتخب ما عندهش مواهب غريبة وعجيبة منتخب تونس النهاردة مش عايزة سبق يعني واعطي الجماهيل التونسية أمال كبيرة لكن منتخب التونسي النهاردة بيخسر من نميبيا اللي المفروض على الورق أضعف منتخب في هذه المجموعة اللي فيها مالي وجنوب أفرق تونس عندها مالي اللي عايزة تضمن السعود بالمباراة اللي جاية اللي هي مباراة تونس وعندها بعد كده جنوب أفريقيا اللي ممكن تكون جنوب أفريقيا داخلها المباراة دي كمان ما عندهش أي أمل غير بالفوز بالمباراة وبالتالي مش عايزة أقول تونس حطت قدم خارج البطولة ولكن موقفها بقى صعب جدا بدون داعي بدون داعي